السلام عليكم من قناة سماس بورت لأول مرة منذ سنوات طويلة المنتخب السوري يوعسكر في حلب سنرى ان شاء الله بهذا الفيديو قائمة اللاعبين المدعوين لمعسكر مدينة حلب تحت قياد الكابتن نبيل معلول طبعا هذا المعسكر للاعبين الدولي السوري يعني لعبين المحليين وعن نشوف بالقائمة اسماء لاعبين جدد لأول مرة عبيستدعوا للمنتخب الوطني وبصراحة حقهم للمشروع هذول لاعبين اللي اسمون بقائمة المدعوين اللي يكونوا بالمنتخب الوطني لاني لاعبين مهمين لاعبين وجوه جديدة حاليا راح نسكرهم ولكن اهمية المعسكر في مدينة حلب ومثل ما حكنا في بداية الفيديو منذ سنوات طويلة جدا المنتخب السوري لم يعسكر في مدينة حلب مدينة حلب الا مكانة خاصة عند السوريين وخاصة بناحية رياضية دائما كانت بتطالع نجوم ومواهب للكراء السورية بشكل عام ولكل المنتخبات بفئاته العمرية والمنتخب الرجال والكبف نحات من غاية عرفان شو اللي عم يشتغلوا بالكرة السورية عرفان جمهور شو بده يعني عاصمة الرياضة السورية هي حلب مثل ما بيحكوا الاعلاميين والمحللين الرياضيين فإذا راح شوف شو هي قائمة المنتخب السوري واللعبين المدعوين للمعسكر الداخلي أول شي راح شوف شو هو البياني نطلع واتحاد كرة قدم قائمة اللاعبين المدعوين دي مشاركة في معسكر منتخب السوري لكرة قدم في مدينة حلب المعتمدة من تاريخ 3 قابل إلى 8 أيلول باستثناء اللاعبين المشاركين في مسابقة كاس جمهورية 3 قاب موعد تواجد في فندق قيصر حلب قبل الساعة الرابعة ظهرا 9 قاب موعد التحاق اللاعبين المدعوين من الفريقين الخاسدين في نصف نهاية كاس الجمهورية و14 قاب موعد انضمام باقي اللاعبين إلى قائمة المعسكر وطبعا راح نذكر اسماء اللاعبين وبأي اندية يلعبوه واول شي راح نبدأ بلقم واحد بحراسة المرمى احمد مدنية نبارك للكابتن احمد مدنية بتتويجه مع نادي تشرين بلقب الدولي السوري لموسم 2019-2020 بعد السنوات الطويلة ان تشرين حقق اللقب وألف مبروك طبعا حكينا بفيديو خاصة عن التتويج نادي تشرين الكابتن احمد مدنية سابقا شارك مع المنتخب السوري وايضا كان مع نادي الجيش شارك بمباراة كاس الاتحاب لاسوي وحاليا الكابتن احمد مدنية قدم موسم رائع مع نادي تشرين يعني بيستحق اللقب أفضل حارس مرمى في الدولي السوري رقم اثنين الكابتن شهر شاكر حارس نادي حطين كمان من اسماء الحراس المميزين بالدولي السوري طبعا بالموسم واضي كان مع نادي الجيش وحقق نتائج إيجابية بالعالفين وسبعتاش اخذ جائزة افضل حارس في الدولي السوري فايزا بتوفيق الكابتن شهر شاكر اللي دعوه الى المنتخب الوطني رقم ثلاثة الكابتن حسين جوية لعب نادي حطين كمان يعني لعب مميز له هيك نكحة خاصة بالدولي السوري ومع نادي حطين قدم موسم اكتر من رائع لاعب الرابع زكريا حنان لاعب نادي الاتحاد ومنتخب الاولمبي لاعب مهاري لاعب مميز جدا بنادي الاتحاد ولكن كان بده فرصة اكتر انه يلاعب مع المنتخب الاول وحاليا راح نشوفه مع الكابتن نبيل معلول شو راح يقدم له الكابتن نبيل معلول بخصوص المنتخب الوطني زكريا العمري من اسماء الشابة المميزة في دولي السوري ومع نادي الاتحاد اللاعب رقم خمسة خالد كوجلي لاعب نادي حطين لاعب شاب لاعب مميز مهارات لاعب يعني يستحق يكون مع المنتخب الاول وقدم مستوى مميز جدا مع نادي حطين اللاعب رقم ستة خطاب مشلب لاعب نادي الوصفة وصيف الدولي السوري هذا الموسم يعني خطاب مشلب من اسماء المميزة بالدولي السوري كمان يعني كلها اللي عم نسكن اسماء جميلة واسماء مميزة قدموا شي رائع مع انديتون بهذا الموسم طبعا اللي عم نسكن الارقام من واحد لا فلان يعني مو الارقام اللعيبة ولكن اه الارقام المدعوين والمحطوطين بقامة المنتخب الرقم لاعب سبع عبدالرزاق محمد كمان لاعب نادي الوصفة لاعب مهم ولاعب ارتكاز ولاعب مميز جدا مع نادي الوصفة بهذا الموسم قدم مستوى رائع جدا اللاعب رقم باني اسعد احمد كمان لاعب نادي الوصفة كمان عم شوف صار عدد لاعبين من نادي الوصفة وكذلك الامر لاعب مهم جدا راح نختصر شوي مشان ما نطول عليكم بالفيديو اللاعب رقم تسعة احمد الاشقر مع حفظ الالقاب لكل اللاعبين لاعب نادي الاتحاد خط وسط نادي الاتحاد قدم بعض احيان مباريات مميزة وشارك في ممضاء مع المنتخب الاول لاعب رقم عشرة كامل حمايشة يعني كامل حمايشة من اسماء مميزة في الدوري السوري هذا الموسم قدم موسم رائع بالمناسبة كمان من باركله لحصوله على رقب الدوري مع نادي تشرين وطبعا شارك في تصفيات كاس العالم المشتركة وقدم مباريات ممتعة جدا واخد جائزة افضل اللاعب في احدى المباريات لاعب رقم اداعش محمد العنز لاعب نادي الاتحاد يعني هذا اللاعب اجا بوقت متأخرا على نادي الاتحاد فهو كان في بداية الموسم ولكن تعرض لاصابة يعني باخر مراحل مرحلة الذهاب التحق مع نادي الاتحاد وبعض الاحيان كان يقدم مباراة جميلة لاعب رقم اداعش خالد من بيض لاعب نادي تشرين وكمان من باركله لحصوله على لقب الدوري السوري مع نادي تشرين لاعب محوري لاعب مهم جدا اللاعب رقم 13 محمد ريحانية من نادي الاتحاد لاعب شاب لاعب مميز شفنا مع المنتخب العلمبي يعني ان شاء الله تعالى رح يكون من اسماء المميزة في الدوري السوري وكمان ان شاء الله يكون حظوظه مع المنتخب السوري جميلة اللاعب رقم 14 ناهر دعبول لاعب فريق نادي الوسطة لاعب مميز دائما ممكن تأذكر هذا اللاعب وقدم مباراة جميلة بكهاز الاتحاد الاتحاد الاسوي مع نادي الوسطة وايضا اللاعب رقم 15 والرفاعي زميله لماهر دعبول مع نادي الوسطة كمان من اسماء المميزة اذا بتذكروا فيديوهاتي دائما كنت اذكر هذا اللاعب بالتمرياض في حاسمي واحيانا نسجل اهداف جميلة اللاعب رقم 16 احمد الاحمد مايسترو كرة الاتحادية لاعب مهم لاعب محوري وايضا شارك مع المنتخب الاول بمباراة ودية ومباراة رسمية اللاعب رقم 17 محمد ملط مع نادي تشرين كمان لعب مميز ان شاء الله بالتوفيق ونبارك له لحصوله على لقب التوري مع نادي تشرين اللاعب رقم 18 محمد مرمور من اسماء المميزة هداف فريق تشرين ونبارك له كمان بارك نادي تشرين لاني بستاهل محمد مرمور من اسماء المميزة وان شاء الله هيك ينال كل حصوصه مع المنتخب الاول اللاعب رقم 19 كامل كواية لاعب نادي الشرطة شفناه بعد في مشاركته بكاس اسيا تحت 23 عام بي تايلاند قدم مباراة ممتعة ولكن ما لعب باقي مباراة بسبب سلوكه الغير لائق مع المنتخب وايضا تصريحاته لقناة بي ان سبورت وايضا شفناه باخر فترة مع نادي شرطة نقدم مباراة مميزة ولكن باخر 3 مباراة بدأ يرجع لمستواه الطبيعي وسجل اهداف وصنع اهداف اللاعب رقم 20 محمد بري البري زميله لمحمد كامل كواية كمان لاعب مهم واليوم سجل هدف على نادي الطليعة لاعب محوري لاعب شاب مميز جدا اللاعب رقم 21 يوسف قلفة لعب الوحيد اللي استدعوه من خارج سوريا للمعسكر الداخلي يوسف قلفة قدم مباراة ممتعة دينامو ومنتخب سوريا بتصفيات الماضية تصفيات كأس العالم 2018 واستبعد ببعض الاحيان مع منتخبنا ليش راح تابيعرف واستدعوه من جديد للمعسكر في مدينة حلب اللاعب رقم 22 ماركيك ماردكيان يا عيني على هذا اللاعب والله هيك طولنا بعمره لأبو كيبورت ماردكيان الخلف ما مات لاعب مميز وجاب اكتر الاهداف لنادي يحطين بهذا الموسم لاعب مهم جدا وان شاء الله ينال كل حظوظه مع المنتخب الاولى اللاعب رقم 23 وعشرين لاعب علاء الدالي لاعب مميز لاعب مهم جدا مع نادي تشرين وكمان الف الف مبروك حصولك علاقة بالدوري مع نادي تشرين تستاهل تكون مع المنتخب الاول وانت من اسماء المميزة ان شاء الله وتعالى راح يكون لك اسم كبير في عالم كرة قدم ولكن اهتم بحالك لا تنغرب نفسك انت راح تكون اسم كبير في عالم الكرة السورية فايزا هدوني القائمة المدعوين القائمة الاولية للمنتخب السوري في مدينة حلب وهما ادراك مدينة حلب واخي يا حلب اشتغنالك صارتنا سنوات طويلة بعيدين عنك بشان ما نطول عليكم اعتبارا من هالفيديو اكتبونا ايش في عنكم رأي ايش في عنكم تعليقات لاني بالفيديوهات القادمة راح ارد على كل التعليقات اللي ما زكرناهون واللي ما رديني عليهم بالفيديوهات الماضية بسبق ديق الوقت حاليا خلصنا من الدوري راح نفتح ملفات كثيرة راح نفتح ملفات اللاعبين السوريين ورح نفتح ملفات الكرة ومشاركة الكرة السورية في محافل الدولية وبالنهاية اتباروا خير صحيح وسلامي السلام عليكم بتابعين قناة سامر سبورت اشتركوا في القناة